ناقش لقاء نأضم لجنة التنسيق للتعليم الجامعي بمديرية الشحر مع الأستاذ عدل الباع كابيل مدير العام للمديرية الشحر إقامة فروع لجامعة حضر موت في الشحر وطرح في اللقاء الضرورة الملحة لافتتاح هذه الفروع لجامعة حضر موت في مديرية الشحر نتيجة لتوسع الرقع الجغرافية لمديرية الشحر وزيادة أعداد الطلاب والأكاديميين بالمديرية إلى جانب احتياج مديرية الشحر والمديرية الشرقية للتخفيف من مشقة الوصول إلى جامعة حضر موت ومن جهته رحب المدير العام بإنشاء فرع لجامعة حضر موت بالمديرية مؤكدا على ترتيب لقاء مع محافظ حضر موت يضم أعضاء لجنة التنسيق للتعليم الجامعي بالمديرية وعددا من الشخصيات الاجتماعية والتجارية لعرض فكرة إنشاء فرع لجامعة حضر موت بالشحر مؤكدا أن المديرية تزخر بالعديد من الكوادر والأكاديميين في أغلب التخصصات لإدارة هذا الفرع لجامعة حضر موت بمديرية الشحر بكل اقتدار ترجمة نانسي قنقر